سبحان الله يوم أمس كنا في جلسة بعد الفطور وذكرت توقعت بأنه سيحصل حادث سريع في ديالة هالأيام هذه لماذا؟ لأنه بعد زيادة سيد رئيس وزراء وبعد الكلام القوي الذي ذكره وتوجيهه للقيادات بأنه من لم يستطع العمل فليجز في داره يعني أصبح هناك نوع من الهدوء لكن وصلتنا بعض التغريدات وبعض المعلومات بأنه لا يعني هناك أمور مبيتة أخرى ربما هناك أمور مبيتة أخرى سبحان الله حصل هذا الحادث فجرا يعني في قرية تحويله قائم مقام القضاء يعني هم قبضوا على الولد على ابن العائلة اللي مصوب بإيده ذكر بأنه ذكره قد يكون قائم مقام ذكر بأنه قد يكون هو الهيد في الموضوع لكن أولاد عم المتوفين ومدير الشرطة نمتصد تصريحات رسمية في هذا الموضوع بكل الأحوال بكل الأحوال هو خرقا أمنيا آخر نرجع أيضا إلى الموضوع اللي دائما نتكلم به من خلال شاشتكم الغراء موضوع السلاح المنفلد يبدو أن هذه القصة سوف لن تنتقي وخاصة في ديالة وخاصة في ديالة أشوف صار سنين نتكلم على موضوع ديالة وأنه ديالة خطر محدق وكنا نتكلم عن كركوك وفعلا كركوك الصاعدت في جلسات مثل النواب وهدئت وترجعت الصاعد الأكراد نفس الحالة ترى ديالة نفس الخليط بأكراد وبعرب سنة وعرب شيع أو بتركمان يعني محاذية إلى الإقليم ومسافات كبيرة حمرين من ضمنها داعش يشتغل بيها التهريب يشتغل بيها لذلك يعني أنا ما رد أأتي من نهاية اللقاء لكن أنا قلت موضوع واقترحته بأنه لجنة من ثلاث أشخاص يرتبطون بالسيد القائل العام مباشرة سلطاتهم أعلى من كل السلطات الموجودة في المحافظة إذا ردنا خلينا شوي نبتعد عن الدستور والضوابط الأخرى لكن هذا موضوع أمن بلد فإحنا عندما يكون الموضوع يخص أمن بلد يجب أن نتجاوز كل شيء نعمل بالممكن من أجل أن نقضي على هذه الحالة يعني اقترحت لجنة مخصصة من ثلاث أشخاص مكانهم موجود بالمحافظة ومكانهم ببغداد ويستمعون فقط إلى كل الأطراف وما يجري من أجل أن يفهموا الموضوع تماما وينقلوه بتكليف من القائد الآن شخصيا باتصالهم به شخصيا يعني يرفع تليفونه يتكلم ويا محمد الشاع من أجل أن نفهم ماذا يحصل في دياله ربما الآن رغم كل هذه التحديدات والضغوطات الأمنية التي صارت على المحافظة لكن ربما هناك من يضمر في نفسه شيئا هناك من تضررت مصالحه من هذه الإشراءات لذلك هذا الموضوع يعني موضوع دياله حقيقة أصبح مزعج للجميع يعني حتى أصبح الكلام بمتعب اشتركوا في القناة